نتكلم بقى عن نقرص بشكل يعني مفصل بيطلع في سن كام وأعراضه إيه وإم تشك إن أنا عندي نقرص عايزين يعني قبل ما نسأل أو قبل ما نقول الأعراض بتاعت النقرص عايزة أدي يعني اختصار بسيط كده النقرص بيجي من إيه إحنا عندنا اللي هو الحمد البوليك اليوريك أسد ده جاي من البروتين ناتج من نواتج هضم البروتين ناتج من نواتج هضم البروتين اللي هي مين البورين ريتش ده بروتين يعني كل الأنسجة اللي فيها نواة الخلايا اللي فيها نواة لما بتتهدم تتهدم الخلايا بتموت بيخرج منها ينتب عنها الحمد لله الزنسين وعمليات كيميائية بتنجى في الآخر اليوريك أسد يوريك أسد فإحنا عندنا هو جاي من حاجتين من الإنتاج الداخلي بتاع الأنسجة بتاعتي ومن الأكل اللي أنا بأكله بره إيه الأكتر؟ الأكتر لا من الأنسجة بتاعتي أكتر من الأكل اللي بأكله بره يعني الأنسجتي هي اللي بتصنعه من البروتينات اللي بأكله لأن أنا مثلا بحضرك بتقولي رجال أكتر من الستات ليه أو هو وإحنا صغارين بيوبة اليوريك أسد بيطلع بكيميات صغيرة أول ما بيحصل البلوخ بتبدأ اليوريك أسد طبعا الحرق بيزيد والأنسجة والعملات الحوالية بيزيد والخلايا بتتكسر كتير وبتطلع خلايا ذات نواة كتيرة وفي حرق فبيطلع البلاتو بتاع اليوريك أسد بيزيد يفضل ثابت لحد سن الأربعين مثلا بالنسبة للستات لحد إن قطاع التمس لأن الأستروجين بيحمي الست إن هو على طول بيساعد على الإخراج بتاع اليوريك أسد الرجالة بيوبة معرضة أكتر للكتلة العضلية بتاعتهم أكتر الأكل بتاعهم ساعد بيوبة البروتين بتاعهم أكتر طبعا يا فندم حتى في الأرياف عندنا يحطوا حتة لحمة أكبر أو حتة فراخ أكبر للراجل يقول لك هو اللي بيشأه هو اللي شغال فيتأوت يتغزى يعني يتغزى لازم يأكل كمين فلا ممكن يخليه من أسباب إنه يجي له ضعر فالرجالة عادة بتاكل بروتين أكتر من الستات طبعا فبالتالي هو بيجي لرجالة أكتر العنصر الحماية بتاع الست مش موجودة عنده ويبدأ يزيد إحنا بقول في الفورس ديكيتس يعني بعد سن الأربعين بعد سن من الأربعين الخمسين وبدأ يظهر أكتر لأن الأعمار بقت متزايدة الإنسان بقى ممكن يقعد 70-80 سنة متوسط العمر بيزيد فعشان كده التهاب المفاصل بيزيد نيجي بقى الإخراج بتاعه عن طريق حكتين عن طريق الجهاز الهضمي اللي هو الأمعاق وعن طريق الكلا إحنا كماملس أو الهيومن بينك والساديات بينقصنا إنزايم اسمه يوريك أوكسيديس موجود في البكتيريا هو ده اللي بيكسره لمادة سهلة الإخراج سهلة السوليوبيليتي سهلة الإمتصاص وبتخرج عن طريق البراز ده ناقص عندنا يبقى إحنا اللي بيعمله البكتيريا النافعة اللي موجودة في الأمعاء بتاعته الجزء الأكتر بقى عندنا في الهيومن بينك عن طريق الكلا في الإنسان في الإنسان عن طريق الكلا يبقى استخراج الكلا ممكن أضغط على الكلا خليها تخرج أكتر هي مفروض مثلا بتخرج من 600 لـ 850 ميلي جرام برداء في اليوم وأنا عندي اليوريك أسد بول بتاعه عندي من 600 لـ 1200 ميلي جرام ففي عملية تجديد وإحلال بس لو الكلا ما قدرتش لو الكلا ما قدرتش لأي سبب من الأسباب هيتراكم بقى هيتراكم أيها